يعطيكم العافية يا عاشر اليوم إن شاء الله رح نبلش بآخر درس بهذا الفصل فصل التيار الكهربائي بس قبل ما أدخل في الدرس رح أعمل مراجعة سريعة لقوانين الموجودة بفصل التيار الكهربائي القانون الأول التيار التيار الكهربائي يساوي شين على زين شين شحنة وزين الزمن القانون الثاني المقاومي يساوي جيم على تا جيم الجهود وتا التيار هلأ القانون الثالث القدرة تساوي جيم ضرب تا جيم الجهود وتا التيار القدرة تساوي طا على زين طا الطاقة وزين الزمن طبعا قوانين القدرة رح نستخدمها حسب المعطيات المجال يساوي قاف على شين ميم مجال قاف قوة وشين شحنة هاي ملخص قوانين الفصل السادس اللي هو فصل التيار الكهربائي قانون التيار قانون المقاومة قوانين القدرة اللي رح استخدمها حسب المعطيات والمجال الكهربائي تمام هلأ آخر درس عنا اللي هو الكهرباء في حياتنا هلأ يعاشر في الأردن فينا شركات لتوليد الكهرباء بتوزع على كل المنازل والمنشآت يجب أن تكون هاي المنازل والمنشآت مجهزة مسبقا بتمديدات كهربائية مناسبة حتى أنه توصل الكهرباء لها بطريقة سريعة وطريقة سحلة تمام؟ هلأ كل منزل في عدد كبير من الدرات الكهربائية يعني موجود عندنا كتير أجهزة كهربائية أي جهاز أو أي درة كهربائية بتنتهي بطرفين بتنتهي بطرفين أو سلكين هدول السلكين من شركة الكهرباء سلك حي جهده 220 فولت وسلك متعادل جهده 0 فولت إذن سلك حي جهده 220 فولت وسلك متعادل جهده 0 فولت هلأ لكل جهاز طرفان ينتهيان بأداة تسمى القابس في عنا القابس موجود بكل جهازين في عنا طرفين لأي جهاز طرفين هذا الطرفين ينتهي بأداة تسمى قابس طبعا نضاحه في مقبس الكهرباء المثبت على الجدار ومنقدر نشغل أي جهاز إذن لكل جهاز في عنا طرفين ينتهيان في أداة تسمى قابس عند وضعها في مقبس الكهرباء يمكننا تشغيل أي جهاز كهربائي هلا لكل نوع التيار الموجود في مقبس الكهرباء هو تيار متناوب طبعا يا عاش رح نحكي عنه لقدامها إلا أنه في عنا نوع من أنواع التيار في عنا متناوب وفي عنا تيار مستمر المتناوب هو الموجود أكتر إش بأجهزتنا كاملة أما المستمر اللي بسنا البطارية بتزودنا فيه بس البطارية تمام رح نحكي عنه لقدام وسائل حماية الأجهزة من أخطار الكهرباء طبعا في عنا ثلاثة وسائل هدولة موجودين بكل بيت طبعا بتعمل على حماية الأجهزة من أخطار الكهرباء يعني مثلا حمية الكهرباء على درجة حرارة كتير درجة الكهرباء كتير الجهاز نفسه ما بيتأثر مين اللي بيتأثر هاي الوسائل وما بتعملنا أي ضرر المنصهر هو سلك في الزي رفيع محمول على جسم من مادة عازلة طبعا مثل الموجود عنا في المصابيح الكهربائي الصغيرة بتكون خاصة لمبات وإشي في عنا منصهر هذا المنصهر موجود داخل هذا الجهاز مثلا المصباح لما ترتفع درجة الحرارة كتير الجهاز ما بيتأثر السلك هذا الموجود جوه المنصهر هو اللي بيبلش أشي يعمل يدوب بعدين بتطفي الجهاز أو أي شي ممكن أنه مثلا ما يعطي حرارة كتير عالية أو درجة حرارة عالية أو يخرب الجهاز أو يفقع الجهاز المنصهر نفسه هو اللي رح يأخذ قيمة قسوة للكهرباء إذا ما بدأ عمل المنصهر يسمح بمرور قيمة قسوة للكهرباء للتيار من خلاله هو مش للجهاز نفسه وعند زيادة التيار المارفي ينصهر شو يعني ينصهر بيبلش يدوب ويقطع التيار إذا بينصهر بعدين بيقطع التيار المنصهر هو اللي بتأثر ما بتأثر الجهاز نفسه بيقطع التيار ممكن تيار البيت يقطع بس بدون أي ضرر لأي جهاز القاطع الكهربائي كلنا عنا قواطع كهربائية أداة تستخدم في التمليدات الكهربائية الخاصة في المباني من أجل الأمان الكهربائي هلأ إيش مبدأه؟ برضو لما ترتفع عندي حرارة أو درجة كهرباء أو الواط أو قدرة أي جهاز القاطع نفسه تلقائي رح ينزل لحاله اعرف إنه فيه إشي حمي في البيت في سلك عنا صار حرارته كتير عالية صار فيه عنا تشابك أو تلامس من كتر الحرارة تمام؟ يقطع التيار تلقائيا في حال وجود مشكلة في الدارة الكهربائية تؤدي إلى زيادة قيمة التيار إذا من اللي بيقطع التيار رح ينزل الفاصل من غير ما يتأثر الجهاز هلأ التأريض التأريض هي عملية توصل الخط الأرضي للمقابس جميعها بالأرض طبعا كنا منعرف إنه الأرض هي عبارة عن أكتر وسيلة ممتازة لتفريغ الشحنات رح أعطي المثال الخارجي اللي هي صهريج الماء أو الشواحن الكبير كتير أو الشاحنات الكتير كبيرة بتكون هاي الشاحنات بتكون دائما في عنا حديد من وراء بتلاقوها دائما بتخبط بالأرض يعني طول ما هي ماشي بتخبط في الأرض ليه؟ حتى إذا كان في عندي شحنات زايدة في الشاحنة أو في الصهريج تتفرق كلها بالأرض تمام؟ إذن الأرض عندها قدرة على اكتساب شحنات كهربائية من الأشياء أو من الأجهزة أو من حتى أي إشي بيحتوي في داخله على شحنات كتير كبيرة تمام؟ هلأ وظيفة السلك هذا الأرض الموجود عندنا اللي رح إيش نعمل فيه نوصله بالأرض سلك الشحنات رح تيجي من الجهاز أو أي إشي بنحكي عنه للأرض تمام؟ مما يؤدي إلى صاحقة كهربائية هلأ هاي تفريغ الشحنات الخارجية رح تيجي عنا من السلك نفسه للغلاف الفلزي للجهاز هلأ هنا بسير في عن التلامس بين مين ومين مثلا بين السلك اللي جاي من الجهاز والأرض هون ما بتأثر برضو الجهاز عندي التأريض بتحمي هذا الجهاز أو أي أداة من إنهاء لا سبح الله تعمل ضربة كهربائية آخر شي عندي فسر كيف تكون إضاءة مصباح قدرته ميت واط أقوى من إضاءة مصباح قدرته خمس وعشرين واط طبعا يا عاشر قلنا القدرة مش من قوانينها تساوي الطاقة على الزمان هلأ الطاقة الكهربائية اللي بيعطيها المصباح الأول رح تحول لضوء أكتر من المصباح الثاني ليش؟ كلما زادت القدرة يزداد الطاقة الكهربائية علاقة تردية والطاقة بتعطيني ضو إذن هون بيكون عندي الطاقة اللي بيحولها المصباح الأول بتكون أعلى وتعطيني إضاءة أكتر من المصباح الثاني تمام لأنه علاقة تردية بين القدرة وبين الطاقة إذن شو ما وسائل حماية الأجهزة؟ المنصهر القاطع الكهربائي التأريض المنصهر هو عبارة عن سلك موجود في الأجهزة القاطع الكهربائي أداة موجودة في كل التمديدات الكهربائية الموجودة في أي بيت أو أي منشأ التأريض هي عملية وصل بالأرض لأنه قلنا بتعمل تفريغ للشحنات الكهربائية من غير ما يضرر الجهاز ويعطيكم العافية عاشر ياريت نكتب هذا التلخيص على الدفتر ترجمة نانسي قنقر